انا متأكد انك اخر واحد ممكن انت فكر تهزيني ما تعملش يا جاهو بس معايين الجهل مصيبة وما يبقى معاه غضب يبقى تعصب بالقناة مننا مهما كان علمه ومعرفته صعب يستحمل ضغط التعصب دي يعني ممكن يضغطوا عليك وتضربني بالنار ده بقى جيت اللي كنت عايز اقوله لك شوفها فضح الله انا اللي هكدر اسمح كلامهم واخد بطاري منك ولا خليفهم وافضل عايش تحت الضغط دي عشان كده انا ههج هج على فين؟ ترجعتاني برا برا الشام فادية بتحايل علي بس سلا انا مش هسيب بلدي تاني انا هفضل دعت هنا في بلدي وجد في الصف اللي عايزين ننوروها وطلعوها تاني على وش الدنيا بعد ما اتراقوا حيبسوها سبتمائة سنة في الظلمة يمين بالله يمين بالله من يفهمك من اين عاوستيج ومن اين عاوستيبضل في البلد انا مش هجي من بلدي يا فادح الله انا هجي من بلدك انت يا عمدي هسيبلكو باشنين وانزل لاني على كفر الشيخ افتح ماتبعته وكمل حلمي كلام بشير جلب مزان دماخي حسسنا المسؤولية اللي عليها اتجل من جبل بحاله قرشت من عنده مزاجي متعكر والهم معشش في ستري محفت علي يا جوي مراي مراي ومصطفى معجولة يا ابن الحج اسمعين معجولة تصبر على فرجها ومتشوفش ابنها منك الوقت ده كله بس هتعمل ايه؟ ما انت متقدرش تهرب زي صاحبك من ايه اسني يا سبني؟ خير يا شرف المندوغ لجوه وجبوه لجنابك اه 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 لجوه وجبوه لجنابك ليه كنت تتهي ولا كنت هربان وايه حروف الجيم الكتير اللي لازجة فسك فحلجك دي؟ خلاص خلاص يا منحوس اه اذا كنت اني منحوس فديه منحوس سمع يا سيدني؟ يرضيك الكلام دي؟ مالش يا شرف المزحة فيها المرة دي رو هعمله شاي من اللي بتعمله من نفسك يلا الشاي تجيب ودي البيضة ودي اللي شراهي ودي اللي سلجهي ودي اللي جشريه ودي اللي كلهي ودي اللي جال حج حجج يا حجل سيد براحة يا بيتة علوان ما تضحكوش بالجوي كده لا يشرك وتجيله زغط ما تفرش يا سيد اني بس بشاغله علشان تفضلي المفرش اللي في ايديك إلا بليلي يا سيد انت ناوية تفرشيه هنا في مجعدكو ولا ناوية تفرشيه تحت في مجعد العمدي ولا في اي حتة في الدرهم أم الفين في الدر الجديدة در العمدة فاتحلى الحسيني عمدة بشنين در تلك بمجام مرات والجاز يهان واسماعيل ابنه العمدة اللي جاء يا حلوة يا أولاد ودي لاجهها فين سيد العمدة دي باختلة تكون در الحج عبد الخالج اللي كانت عايشة فيها المصروين اقدر عبد الخالج اللي عبد الخالج اقدر الجديدة لسه هتتباني وان شاء الله هتبقى سراية أحلى من سراية يوسف كمان عفشة بجاهز يا سيدنا عفشة ايه يا أبو مخي ضلب اي مسالك في ايه وانتا بترد في ايه حلمك علي يا أموال يا سيد البلد ما هدي تود لدي العفشة الجديد يخش المطرح الجديد انت مش لما يبقى المطرح جاهز من مجامعه ما هدي اللي بقوله لجنابك باختصار يعني السراية بتاع الجنابك اللي فكفر الشيخ بقى جاد زي العروسة مش ناقصها الا الفرشي وانك تنورها وتشرفها انت والست جماعتك المصروية واللي دي هني عارفوه ما قلتش حاجة جديدة يعني جنابك عايز اللي ما تعرفوش ايه لو فهمت السبب اللي بعتك على شنو الكفر ايوه السبب الحجيجي ايوه السبب الحجيجي وانطق اديني الامام هتسج علي يا شغل العواج هبيتك الليلة ببيت العدة انا مش بسج علي جنابك اي حاجة ده اني خايف خايف تغضب من اللي حقولهولك غضبك يطرقش علي يا حرجني اني بالي طويل بس لما صبر بينفد ما بشوفش ولا بفرج الناس عم الله خلاص خلاص اني حقولي كل اللي عرفته مرزجي على الله اللي عبارة وما فيها ان السي شاهر رجلي خدد على دار الحج فرحة ام الست احترام والناس هناك كلامها كتير بصراحة باجة مش حلوة في حج سي شاهر ولا في حج جنابك بصراحة بصراحة جزلي يعني الست جماعتك الاولانية ام الست نعمة بنت جنابك جعد هناك في دار الحج فرحة وهو سي شاهر حامل السكة جياسة والعيار اللي ما يصبشي بيدوش ياسد الكل انزل لي من في كفر الشيخ يعونتي منتا خوكي الكلام ديه لازم ينقطع من شدره والالسلة اللي بتقوله تنقطع هي كمان يعني عايزني اروح للحجة فرحة في دارها اتخانج معاها واجول لها من يدخل ومين ما يدخلش احنا ما الناس صالح بالحجة فرحة وبنتين لو بنتنا مش عندهم يعني عايزنا اقول لخادرة تسيبت خالتها داني سمعت انها بتتعلم وبتروح المدارس هناك ولا خادرة كمان هي صالح بيه علي كل الهمين نعمة بنتي تتربى في بيت اهلو ما يتجلش في حجهم نص كلمة حرام يا ابني نحكم على الناس بالسامعة خصوصا اللي بيدخل عليهم اخوك شاهر عم بنتك ما تعرف شاهر وسكيته العوشة نعم انا خلاص خرجت من حسابي ورميت طبط ومش عاوز يكلني اي صلب ببنتي هتتصرفي ولا تصرفي بمعرفتي خلاص يا ابو نعمة هتصرفي بس من غير منزل كفر الشير ومن غير مدخل عالناس في بيوتك يعني ايه مش فارق هتعمل ايه انت عايز اكل ولا بحلاجة هتصرفي انا هتصرف ديه ديه خلاص خلاص بس يعني كنت عاوز اعرف ايه اللي في دماغك سب دماغي في حالة وخليك انت في الهم اللي انت فيه فكر في سخوية الكوم الطويل وفي سيدي غازي فكر في صبر الحسيني فكر ازاي تلمشام للبلد اللي انفرق في يدك دي فرصة فرصة ربنا جابها لك انك توري للناس كلها عدوينك جاب لمحبينك ان اللي بنته في بشنين جامد ومتين مفيش ريح تهزه ولا زلزال يوكعه روح يا بني روح فكر في همومك الكبيرة وسبنانا الهموم الصغيرة حاضر يا حاجة حاضر يا سطيجة نعمين استحاج قولي للغافير شهاب يحضر الكاريتة المكفولة ويستناني جنب الزريبة يا اخواني انتو مش واخدين بالكم اللي انا فهمته انو سعد باشي مش موافق ايه ايه؟ يا حلوتك يا اخوية بقى سعد باشا هو اللي مش عاوز الدستور يا جماعة الاستاذ بشير شرحالي جلي ان سعد باشا داغلون عاوز الدستور الملك فؤاد بقى بيلوعه عمل لجنة عشان تحط الدستور دي الناس اللي في اللجنة دي مش نزل لسعد باشا منظور جام سماها لجنة الاتجية ايه وايه 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 يعني هو عايز الدستور بس مش عايز على دش الملك فؤاد هم اللي يعملوه بالظبط كده كلامك دخل دماغي وتمزجتي منه ام جاور بس يا ريت يعني تكمل جميلك وتفهمني يعني ايه الدستور دي ايه اللي الناس بتتخنج عليه قل له يا عبادي ما هو انت اخوك في معهد المنصورة هو بيجرى الجورنال واكد مفهمك انت صرحان فايه كده يا عبادي اصل كارتة بيت العمدة دخلها ميت السخاوي وديه اللي خلاني صرحان بفكر مين اللي ركبها اما انتو ناس غريبة جاوة ما هي جايز الستة ام العمدة ولا جمعتو ستة الجازية والستة الجازية ايه اللي هيجيبها ميت السخاوي وهي ملاشي عد خالص دي اكيد اكيد الستة الكبيرة ام العمدة ايوة بس ارجع واجول ان حريم دار العمدة ما يطلعوش بالليل كده وبعدين الكارتة مفاهاش ولا غفير واحد يا دوب شهاب مفيش غيره اني بقول انها فاضي يا سلام على مفهوميتك وايه اللي هيطلعها فاضي هالبت ما هم عاوزين يفسحوا الحوصان يا خفيف انت واجف حدك واجف حدك يا جبه انت وانت مين انت عشان توجفنا اسكوتوت وجوه رايح فين واحنا نشوف ان كنا نعديك ولا لا ما لكش صالح وقول لهم يوسعوا سجح سلوهم مش هيحصل قل لنا مين اللي معاك وقال صدار مين في ميت السخاوي جاسدين بيت الشيك عبد الرحمن السخاوي اه خال فتحالة خال حضرة جناب العمضة فتحالة وعيب لما سخاوي يوجه ثم العمضة السخاوية لا عيش ولا كان اني لو اعرف مين اللي فكرتها ما كنتش وقفتك اني اني غلطان وحاجك علي وسعونا فاطالي عدك فوتي وال يا اهلا وسهلا يا مرحبا اهلا بيك يا سجساجة والله لكي وحشة وانتي كمان يا ست الحاجة اتفضل يرتاحي يريح جلبك يا حبيبتي خطوة عزيزة يعز مقدارك يا امو خادرة دح نظرنا النبي النهاردة مكفى يا سلامات باجة فين عبد الرحمن اعني اهو عشان تعرفي بس اول ما تنتج اسمي تلاجيني قدامك ازايك يا عبد الرحمن وازاي صحيتك الحمد لله اني زي البومبة تشرب شاي ولا جهوة وقفتي ليه وما الفن الجرية اللي عندك موجودة بس اني ليه غرض ادواجك البن المحوج اللي اني محمصاه وطحناه ومحوجاه بنفس ومالو يبقى كتر خيرك حاضر انوارت دارنا يا حاجة يا سجزاجة هربت ليه هربت؟ ميه قال انها هربت؟ دي زي ما جالتلك كده يا عبد تقول اللي تقوله هو نتايها عن سجزاجة وانت كمان فن وفن لغاية ما تشجعت وجدت سلم علي في ايه يا عبد الرحمن؟ هيكون في ايه يعني لا حوله ولا جوته الا بالله انت اللي باين عليك جيه وفيه في دماغك حاجة عايزة تقوليه اني بتكلم جد في ايه يا عبد الرحمن؟ بردك يا حاجة سداجين لو في حاجة اني اني بقولها لك للمرة التالتة واذا ما جاوبتنيش على طول هجوم امشي وحيبقى اللي بينك ليوم الدين في ايه يا عبد الرحمن؟ شهر جيه وبات عندنا ليلة منزل بشنين عشان يطمن على عبد الله اللي كان محموس في بيت العد ليلة طلب مني ايد خاضره في الاول ما كنتش مساعدك لكن لما لجاته بيتكلم جد طلحت فيه وكان هين عليك روش انت تجننت؟ تجننت ولا جالك قبط في نفوقك يا علي؟ قلني شوالا يا خال اني راجل ومالوردومي لو كنت راجل بصحيح ما كنتش تبص لمرتخوك ما بجيتش مرتخويا يا خال ومتطلجة منه قدلها سنتين وقتها ومالو وكونك تفكر فيها هي دلوقتي بالذات يبقى اللي في نفسك جديم وكنت مداريه ودلوقتي بتستخل فرصة عيشتها لوحدها عند خالتها وبتدحل بكل يوم والتاني عندن فخوك واخوية مالو بيها دلوقتي يا خال مش كان شو سي وبابو بنتها وجاب لي دا كله كان الراجل الوحيد اللي حبته من صغره ولسه الغايد دلوقتي بتحبوه يعني ريح روحك ومتدخدش روحك في سكة ساد دا ابو لو هي مؤفجة دا لا يومك لا مؤفجة يا خالت وهي اللي جالت لينزل ميت السخاء ويتحدد مع ابويا تاني يوم كنت مع الجماعة اللي العمدة أمر انهم ينزلوا مع عبدال ويسلموا للمركز ولما المأمورية خلصت جارات علابات الحجة فرحة ومسيكت خطرة اهل اللي بيحصل بالك وبينسيل فيك يا بيك يا فراحة يتخلع بالراحة ورجبتك كمان لوم ما نطقتش دغري وقلت يا اهل اللي بيالك وبينسيل فيك ساد بالراحة بس دوان يا فاهمك ما فيش حاجة بتحصل بيني وبينشالي اول هام هو دلوقتي ما بجاش ده هو دلوقتي ابن عمتي وبس تاني هام يا ابا واجف جاري ومش فيدني وحدانية يبدا بيتمنى لي الرضا عرضه وحتى نعمة عاملها زي ما تكون بنته مش زي ما تكون بنته اخوه ومعوضها عن ابوها اللي ما بيطلش في خلقتها اللي كل فن وفن وبعدين على حد علمي وعلى حسب امام الجامع بتاع سيدي طالحة اللي احنا سألناه جوازي من شهر ما فيهوش اي حاجة حرامة يبقى ما تجوزهوش ليه يا ابو ما تجوزهوش ليه وقلتلها ايه قلتلها لازم ان نستأسن العمدة اهو كده الرجالة ولا بلاش اموال يا حجة الاصول اصول ميوة ولا يعرف الاصول اللي انت وياريت الحجة صالحة ام وامك كتجابت من صنفك تورا مالك يا ملعودة مالك بتكلميني كده زي ما تكوني بتتمقلتي علي كنتي عايزة انا اقول لها ايه بالظهر ما تقول لهاش حاجة بس تجرجرها هي وبنتهي وتلجحها في دارك يا سلام ولما يجي وراها هنكسر له رجله بس تسمع على خير يا ستانة وانت من اهل؟ اهل انا وسهل انا ست الحجة سيدك نام يا شرف ده لسه منامش مستنيك جوا ومين اللي قال له انني خراشت؟ اصلا طالح فوق مالا جاكيش وصاهل كان عايز جنابك في حجة مظنة وصديقة جالت له وتفتكري الراجل الطاهي وخالي عبدالرعمان هايقدر بحجة فرحة واحترام بنته؟ بس يقدر على بنته يقدر على بنته؟ يده؟ يدخلي خاطر بالحكاة؟ تعالي يا أمه تعالي تعالي بعود يا شاري اينا مفهميني؟ لا يا أمه لا انت اللي فيك مكافيك مش عايزة اقول لك كلام يحرق دمك أمه اللي هتخبيه عني النهاردة هيصغر مكرا وما تخليليش هانزل في انصاص الله يعلي لغاية بنت السخاوي واجه الخي عبد الرحمن واجهره واخليه يعرف كل اللي جدهولك كلمة كلمة اني من بخرة الصبح نزل كفر الشيخ اصبر علي بس لغاية مرجع ولما اجي حفرت قصادك الكلام كلمة كلمة يا أمه خلاص ما عرف عني صبر خلاص ما تخليليش عالي الصوت يا أكتر من جدي اتخل خاطرة للحكاية دي هي الحكاية حكايتها هي يا فتح الله فرحة واحترام مرهمش صالح شاهر طلب من خالك انه يتجوز خاطر و خاطرًا و خاطرًا و خاطرًا و أفقًا موسيقى الله ي تعلم سماعي أتجارًا يا أخوة سبعي أن أخطي الوزن ها عميش الكلام ده ما يتجلش إلا مرة واحدة وأحسن ما يتجلش من أصلي عرفها معاناة الكلام ده يا أمها معاناته هو معاناته يا فتح الله أخوك عايزي تجوز بانتخال ولو إني مش بلع الجوازة دي وهعمل كل جهدي إن أنا وجفها لكن لنفرض إنهم صمموا على الجواز ساعتها حنقول إيه؟ ساعتها حنقول إني خضرة مسير هتتجوز ما هو مش معقول تعيش رهبة وهي لسه في عيس شبابها وخير إنها هتتجوز ابنيني عشان اللحميني يبقى في حضنيني يوم أنا بتسألك عنها عن معناة الكلام المبتداء من جدر وهم والعمدة يا ابن انت بتقول إيه؟ أنا مش فهم يا صحيح عاش يا صحيح يا صحيح يا صحيح الوادي اللي استنلم عمرات أخوه دوا متطلق يبدليها ويطلب يتجوزها إنه كان حاطة تعينوا عليها وهي عزبت أخوه كان بشيئة يا إيهة يا عمي كان غارض ووسخ والخيالة لبده استغفر الله العظيم من كل زنب عظيم لا يا حبيب لا يا بني هتخليش الغضب ياخدك للشطوط الملح هتملك جروف وديكويك وديكوينا كلنا معاك هش طلعي انت ارتاحي في مجاعدك وسبيني سبيني النفس اللي حدا سبيني اللي خلاك ولعت النار في صدرك بأيديك انت عايزي من خطرة لسه بتحبها وهي نورها يسابت حاجة فيض الحد فينك اميرة وحشاني لدرجة الوجع وخلاص ما بجيتش يادر على البعد اكتر من كده هاجي على اسبوع مصطفى عايزه برد النار الولعة فيه دي ومحدش هيطفها لغيرك بقول ايه يا شرف مش الاثنين نازلين كفر الشيخ ليش انا ابو ميركبش مع العجة الكبيرة طب ايه اللي خالت في السياسة العليا يا شهر ليه هو كان الباب العالي ولا مولانا الخليفة ده انت راكن في زمن بعيد جوي ما عادش دلوقت لا باب عالي ولا خليفة دلوقتي بجى فيه مصطفى اتاتورك باشة وعثمة باشة النايب بتاعه وحال السلطة دلوقتي بجى جمبارية ولا جرمهية ولا شبك يا حلاوة يا بلد شرف ابن عاطية المحلاوي بيفهم في السياسة وامور الحكام تكونش هلت عليك براكات سيدي بقيرواني ولاجت نفسك الصفحة صعت من النوم بتعرف تجرى وتكتب وتجرى الزلمال كمان طب ماذا طر على قلبك ست الحاجة اواصل الصباح الخير يا ولاد الصباح النور بسعانة يا ست الحاجة الصباح لادي وزي الفل يا ست الكل اتفضلي تكلنا على الله هو يا سيد العمدة مش جاي معنا ولا ايه؟ سيدك العمدة وراه مصلحة حيقضيها قبل ما يسافر انت مش قلتلي يا عتخدني معاك مصر وانت مسافر؟ ايه قلت على اساس اني قلت انزل السبوع مصطفق الخميس الجاي استجد موضوع جلق منامي خلني اعاوز ايش موضوع شاهر وخضره؟ من اللي قلك؟ العصفورة اللي بينهم؟ الله انت السادقة العصفورة اللي انت حاططيها جار باب المنظرة تتقنط على حديثي انا وامو العمدة ليلة مبارح فياكي والايمانات الكل باتها ناليا اجبك نعمين يا سيدي قدامك هالي من الاتنان يا اما تجاوبيني بسدك على سؤالي يا اما اجلدك في بيت العيدة على كبك قادي تحت رجلك يا سدنا العمدة ومش هقولك غير استدك وجافتي شار باب المنظرة للتنبارح تتصنطي على حديثي قادي والحاجة ولا لا قادي بصيني وجافتي على سؤالي ايوه يا سدنا ايوه اصل بصيني بصيني شوفي الوراكي بحسابي معاكي بعدين بصيني أحسن ما عملته في حياتي أنه وضعت جاعة تاعت النفسي عشان ما تلعجينيش في ليلي زي ما انت ملعجاني في ظهاري استنى يا عم هديك اسماعيل تسلم عليه سلم على ابوك العمدة يا اسماعيل قبل ما يسافر وكله ما يكساش علينا جوي كده ما تبعشني بصني مش هتأخر عليك بس بقول لك احمل حسابك انت هتكون رجل البيت لغيت لما ارجع واعل كلامي بقول لابوك يا اسماعيل بلاش الظن الوحش دي انا كل اللي بعمله من حب ليه وغيرتي عليه اوعد صدق زنك يا عمدي لما يقول لك اناني شمتانة فيك علشان الموضوع شاهر وخضر بالعكس داني زعلانة منه ومستنجساهم هما الاثنين اني اخر سافري ساعة عشان انت الحاجة تضب الحاجات اللي هتغديها معاك مصر وتظلمنيش يا عمتي محدش بيظلمك يا خضر انت اللي بتولعيها حريجة في دار الحسينة وبتمزعي العيلة وعايز المصيبة في البلد تبقى مصبتين انا يا عمتي انا هعمل دي كله ليه عشان ما قلت وماله شاهر رايدني بالكتاب والسنة واني موافجاه انا نفسي يبقى في حمى راجلي ما يبقاش غريب عني وعن بيتي واجله هيبقى ابن عمتي عايزة راجل يحميك ويراعي بيتك ولا جزدها في فتح الله لأ وإيه قوم نجية الواجد اللي غرجان فيه لشوشته وحامل هم الفرجة اللي جسمت البلد نصين حسينة وسخوية قلت انتهزها فرصة واتعانه في ظهره حرام عليك يا عمتي انا ما قصدتش الكلام ده خالص ولا خطرلي على باب ايش حال ما كنتش عارفاني كويسة وانت اللي مربياني وكت بجولي عجلها يا تربيتها اللي مواردتش على بيتي في المدرية بحالها ورب يعلم جد ايه كتحصرتي لما صممتي عالطلق من فتح الله عزرتك ساعتها وكبرت في نظري وقلت والله طلعت عززت النفس وما ارادتش تحط نفسها في الواط ودلوقتي بترمي ده كله وتدوس عليه اعملي معروف يا عمتي بلاش الكلام دي اني لسه خادرة اللي انت عارفاه اني بس عايز اعمل لبنتي بيت بتكبر فيه بكرامتها متصانة وما تستناش لما ابوها يرملها لجمتها صدجة ولا ييجي يبص في وشها اللي يوم في السنة مش عايزها تشحب تشوفوا كل فين وفيه اذا ما كانش عندك غير الحجة المسخة دي وفار كلامك دي مش حجة دي علتي ومحدش يحس بالعلة اللي اللي صابته يا عمتي علتك في دماغك يا بنت اخويا مش قادرة تنسي الفتح الله انه تجوز عليك ومن ساعتها ما بتفكراش غير انك ترد الكف اللي واجعك والله الحرة ما تنساش الغدر يا امو العمدة لكن تنسى العجل وبعد النظر ما تفكرش ازاي حتتجوز اخو الراجل اللي كان حضنه ونسها وحماها ازاي يا بيت تقبالي على نفسك تخط من فرشة الاخ لفرشة اخوه ايه اللي بتقولي ده يا عمتي انت عايزة تحرامي حلال ربنا ولا ايه جاك حل وسطك خلصوا الرجالة من الدنيا لما تتمحكي في حلال ربنا ربنا حل الحاجات كتير للضرورة ولما ما يكونش فيه ضرورة يبقى لاه والف لاه ضرورتك ايه يا خضرة لما تفتحي سكة للشك والظن والفضايح شك وظن وفضايح ليه يا عمتي انا عملت ايه بلك لما قلت الفتح الله حصل ايه الشك الشك جاله في دماغه وجال لي الناس تقول ايه كان بيعرفها جبل ما يطلجها اخوه يا مصبتي يا مصبتي يا عمتي ايه الحاجيني يا خالتي ايه الحاجيني يا خالتي تعالي صفي عمتي اللي طلق عمرها عجلة بتقول علي ايه لو شاهر نفذ اللي في دماغه يبقى جاك هنحطط عينه على مرات اخوه وبيشتهيها ده الكلام اللي جاله اخوك العم دي وخرى موتني معجولة يا اما الكلام اللي بتقولي دي اخوه يا ابن ام يا ابوه يا يظن فيها الظن دي اللي صحيح عارف ان فتح الله شايل مني من زمان جاوي وما هواش طيق لكلمة والود وود ضخفة من على وش الدنيا بس توصل بي انه يتهمني تغمى زي دي مال كنت عايز يفكر فيها ازاي يا والا زي ما انا فكرت فيها اما خضرة دي بنت خالي يعني لحمي واللي في حجرها دي بنت اخوية يعني لحمي بردك لما لم لحمي وراعي اللي هو كان لازمني رعيه يشي الهالة جميلة يا اما مش يسبيني في المسكينة اللي ظلامها ولا خلاص اللي افترى ما بجلوش حدود عند فتح الله ده كلام تقوله على عمدتك يا والا بلاش عمدتك ده كلام تقوله على اخوك بلاش الدم واللحم مانتاش مراعي المشاكل اللي حواليه المشاكل اللي حواليه دي كلها كوم وخضركم تاني اما الباب كان موارب ما حسوش بي لما دخلت خالص وبعد شوي كان صوتهم على الرب السماء ومن كلامهم كده فهمت الموضوع اللي بيتكلموا عليه يا خبرة بيض يا خبرة بيض يا شاهر كانت شعوري ساعتها ان شاهر بيلعب بالنار وانه حشر نفسه في ورطة ملهج حالي كله تمام يا سيدنا ويه اللي تمام يا شرف الزيارتين جاهزين وتحملوا على كفر الشيخ مع الرفيد وهيستنوا جنب التنبيل بتاع جنابك في الموجة في العمول واني جاهز للسفر معك يا جناب العمد ناوي تتوه مني في المحروسة زي المرة اللي عدد انف داك يا جناب العمد والعمد مسافر ولا ايه هؤلاء هتبوك الشيخ عامد وخلي الجارية تبلغ الجماعة عشان نمشي بادري يلا سلام عليك يا عمد السلام ورحمة الله وبركاته انا سهلا يا ماما انا سهلا اتفضل السليح اتفضل يا ربنا ريح قلبك انا عارف انك محتاج الدعوة دي يا فاتحنا عاسس بالكرب اللي فيه يا شيخ حامد قول بالكرب اللي كلنا فيه معاك يا عمد لكن ان شاء الله ربنا حيجيب الفرج من عنده عن قريب المهم الحمد لله ان انا لحكتك قبل ما تسافر خير يا مولانا لازمك مصلحة قدقالك من مصر لا يا عمد انا جاي اتكلم معاك في حاجتيين اقول لهم علوان ابو حجر عاوزك تجاوين مجامك طول مدة خياهك علوان ابو حجر كلام ده مولانا ما احنا بجانا كام مرة انت اللي بتجون مكاني ماني عارف بس افهم قصدي الظروف المراتي صعبة والاحوال ما تطمنش والجماعة بتو عباسي السخاوي البكر ابن اخوه كل يوم بيكتر وفي الحالة دي لازم يجون مجامك واحد يكون بتاعأن متودك على شغل الحراسة وحماية الاملاك والارواح يعني بالاختصار كده واحد زي علوان بصراحة يا عمد علوان غوية ومحدش يقدر يعرف اللي في دماغه ايه وعليها محدش يقدر يضمنه لو قومت مجامك هيكون ديه احسن ضمان لان عمره ما حيفكر انه ينط على حاجة هي في ايده بالعاكس ده حيشنها لك جميلة افكر لسه حتفكر يا عمده عباسوا غيالين لغاية لما تقول لي عن حاجة التانية اللي انت طالبها مني ماشي يا عمده شوف يا سيدي اني عاوزك انت مسافر مصر تاخد ردوان اختك معاك وتزورها اهل البيت ما نبص ليش كده انا اصلي نمت جار مجام سيدي محمد الارواني بعد ما صليت بيكوا الفجر جاني في المنام وقال لي جوم يا حام بلغ العمده ان نخته مطلوبة في الديوان ديوان ايه يا شيخ الجامعة نظر يا رئيس الدوان نظر يا امه هاشي بالإذن يا سيدني الجماعة جاهزين أبلغهم منزلهم؟ لا لسه شوية روح ندهلي بسرعة علواني ابو حاجر ولما يجي خليه استناني واني طلع على فوق شوية ونزل على طول طيب استأذنت يا عمده تروحوا الجنة بالسلام ان شاء الله الله يسلمك مولان الله يسلمك اني مش اتاخر في مصر يا علوان راحتك يا سيدنك رجعلنا بألف سلامة الله يسلمك سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته سلامة ألف سلامة سلامة ايه في الضواري يا غفير منك لس بتقول هتاخد ردوانة معاك مصر؟ ليه؟ جرى حاجة؟ مجراش يا حاجة بس يعني بعد الظروف اللي حصلت دي محتاجة تغير جوت تتسلق ايوة يا دناير واني غلغبت معاه أقول لها تروح لعمتها زمزم في السوق مرضتش وهي السوق زي المحروصة برضو يا حاجة هويتش يا اما ايوة يا دناير سفري مع السلامة وسلميلي على خالتك ولاد خالتك حاضر يا اما وحاجرالك كمان الفتحة عند كل الأولين اعذريني يا اما الحاج الواد نبف حجري مش جادر انزل اسلم عليك خليكي يا اختي مرتاحة انا عزراكي ولا يهمك يا فتحالة حكاية شاهر وخضره مش هتتم أبدا طلعهم من دماغك اني وراي الأهم دلوقتي يا حاجة بالمناسبة اني جونت علوان ابو حاجر ما جمل عمدة بس اني مش حاوز اسيبه على هواء هتبقى عنيكم وودانكم معك في كل لحظة انتي من ناحية والشيخ حامل من ناحية ثانية ما تحملش هم تسافر انت مع السلام وما تنسس تسلملي على اللي في المحروسة اجبها هتلغي بادي كلها تقابليني بالدموع ايوه عشان هو انت عني ما تقوليش كذا وعمرك ما عدوني عليها فتن انتي اغلى حاجة عندي اغلى ما بدنياتي كلها الحمدالي علي سلامتك حضرت عمدك الله يسليبك جلاب سمو بالبرنسيسة ويخليكي اتأخرت كتير على نوراي هانم ومشتفى بك والله يا خصبين عني يا جلاب البرنسيسة خصب عني والله يا نوراي خلاص بقى حسن احتك يا ذات خلاص منازل جيايب قدام خدمين واغوات قوز حضرتكم نوراي هانم وروحوا هراملك يلا عندك حاجة عندك حاجة يا جناب البرنسيسة يلا يا نوراي هانم استنى فتح الله لحظة في ايه ثانية تيزة في حاجات غدا منقلوها من اوتومبيول بتاعمدة للأوفيس زي بيدا قول انها قفات وقفاصيس وحاجات مش اقدر اعرفها عاوزي اعرف فيها ايدي جنابك افتعي القفات والقفاصيس وها تشوفي اللي جوها ايه حاجة يلا بينا واقصد ايه بحاجة دي دا احترام يا اسموه الاميرة معناها ان انت حاجتي بيت الله وقديتي الفريضة وكمان ايه ذات انا افهم كلام دي بس حضرت عمدة مش اقصد كده هو اقصد سخريات لا طبعا مظنش اسموه الاميرة وبعدين هو بيعزك قوي وطبعا نوراي هانم كمان بتعزك هو استحالة طبعا يزعلها كلام معقول راوية احنا وقفنا فين في لوازم سبوع مش طفى بيك انت فندل يا فندم الكشف هو حضرتك راجعي بنفسك كشف ايه راوية انا مش اعرف اعرفك بعدين انا مش قلت في ايه في كشف دي انا قلته وقفنا فين اموري حضرتك وانهكتب وراكي حرف وحرف القولي لي راوية لطيب بيك هايرف ان حضرتك همده وأسد؟ زمان حد من الاغاوات طبعا بلاجه مو حاجي راجب هو كان اعرف؟ ايه اوه ايه وانها عرف منه نسموك يعني ممم انت واحد لاقيم مقار راوية بس انا مستعلان منك انا احترم كتير اسرار قلوب وحبي ليدار الدهر وشا ما فايت عن هوى علشان مش يتطفي شبهيك خاضز يا عميلا بالعكس، ده شبهك أنت الخلق الناط بجآني، عناية حلوة كده آه طبعاً انت بعيني في عينك كده عفا ده حتة منك، سدقيني وحتة منك أنت كمان بس بصراحة يعني، هو واخد من الاخنين كنت وحشاني جاوي يعني ايه تو؟ خلاص؟ مبقيتش وحشك دلوقتي؟ لا ده انت وحشاني موت مبرك ايه؟ ما تنادي على الخواجة دي اللي بتقولو عليها يا سيستر عشان تيجي تسمي على مصطفى كرا ايه تو؟ قوام كده زئت من مصطفى؟ لا مصطفى حينام وأبو مصطفى هو كمان حاوز ينام شو حاوز حاوز يا وصلنا بالطنبيل بتاعه لغاية باب البيت وبس سمعين بص الطياري ومارداش ينزل قلت له طبيطلع اسلم على ابوك عزام وانزل على طوب جال يشرحيل وظروفي أنا لازم أوصل ردوانه لبيت خليتها الجديد ويا دبيا جدمت خطوة ناحية البيت سامعت وسط الطنبيل بيجري ما انت عارف يا مسمعين عارف ايه يا عاوز يطير يشوف المصروية وابنه وبينه بينك يحجوله بردك لن نزلها في ولادة ولا خط ناحية السرايا ديله شهور ولا شاف ابنه ما قلناش حاج مشاكل البلد عطلته يبقى بالراحة وبالعجل ماني عايزك ترياحي بالك يا جازي وتتيجني اللي بيدهولك فاتح الله هو ده اللي بيقدر عليه ليه يا ابو؟ وهواني بشحت داني اول باخته ومولده الكبير وكرمتي فكل شيء ماني عاوزك تصوني كرمتك دي يا جازي وتكبري على شغر الحريم الصغير دي ولما الغيرة تكلك افتكري الكلمة اللي انت قلتيها دلوقتي كرمتك وصبري نفسك بابنك يا امو العمدة اللي جاي وانا ايه يضمنلي يا ابو؟ ما هو في ولاد تاني جاي مشكلة فاتح الله يا جازي مش في ولادي في قلبه قلبه؟ يعني ايه يا ابو مش فهم بيحب يا بيت واللي بيحب قلبه هو اللي بيحكمه وفي نفس الوقت بيبقى داءه ونقطة ضعفه يبقى مفيش فايدة لا تبقى الفايدة يطرح لها من السكة الصح هي سكة لفة شوية لكن ملهاش بديل دي سكة ملهاش صالح بغيرة النسوان وخنج الراجل بالغيرة والخناجات كل شوية يعني الحاجات اللي تجسر عمر الجوازة وتخري بالبيت ايه السكة ديه يا ابو؟ قولي عليها احب على مدازة لا دي سكة ما انتش جداها يا امو اسمعين سبيها لياني وخديها مني كلمة مش هيبقى لعمدة مشنين مرسة غير دارك ومش هيبقى في سلسلة العمودية حد من غير ولادك ثقافة